السلام عليكم وزر بروف اكسبلوجين بروف ووتور بروف يعني ايه الكلام ده احنا مش الفيديو ده عايزين نعرف منه يعني ايه كلمة وتور بروف اكسبلوجين بروف ووزر بروف لا احنا عايزين نعرف ازاي نوصف المكان اللي احنا فيه نوعه ايه ومطلوب منه ايه ولما نريجي نركب العجهزة نركب جهاز متكامل علشان يافي بالغرض لا اكتر ولا اقل يلا بينا احنا لما بنتكلم على الاجهزة بنتكلم على الاجهزة بدءة من التليفون المحمول بتاعك مفتاح عادي سويتش باش باطن ساعة حتى بتاعتك الانوار الاضاءة الترانسميتر الكابنت والبانيلز اللي موجودة في المكان هنبتدي باول حاجة اللي اسمها الاي بي كلنا بنسمع عنه اللي قولك الاي بي بتاعه خمسة وستين ستة وستين مش عارف كام بتاع عايزين نعرف يعني ايه كلمة الاي بي ده طيب المكان اللي انت فيه فيه ايه فيه اجسام صلبة يعني التراب وفيه سوائل يعني مثلا المية مية سواء كاد جايه من مطر جايه من خرطوم جايه من اي شيء ما وممكن يكون فيه غازات وابخرة الغازات والابخرة دول ممكن يكون بخار مية ابخرة مواد بترولية زي مثلا المزيبات العضوية يعني مثلا نفترض بورشة الورشة دي بيصنعوا فيها اه الاحذية اللي الدازل اللي بيزعوا بيه ده المزيب بتاعه قوي جدا وبيبقى اه اسيتون في اغلب العام او حاجات زي كده او بتاع عدبيات واحماض وعه كذا الابخرة والغازات التانية دي اللي احنا حاسين انها قابلة للانفجار او انها تولع دي لها فيديو مخصوص بتاعه فارجوك تكمل ده بس ارجوك لو انت عندك المكان بتاعك فيه اي ابخرة قابلة للانفجار او مواد قابلة للاشتعال ارجوك تشوف الفيديو التاني هنبتدي احنا نكمل مع اه يعني ايه الاي بي احنا اقول للتلات حاجات هناخد منهم حاجتين اتنين بس السوائل والاكسام الصلبة وهناخد من السوائل بس المية وهناخد من الاكسام الصلبة بس التراب اللي في الشارع الحاجتين دول بس فقط لغير هم اللي بيوصفهم الاي بي مدى الاحكام بتاعها انها ما تدخلش السوائل دي اللي هي المية برضه تاني وبقرر المية والاتربة اللي هي التراب التعال الشارع كلمة الاي بي دي جاية منين هي جاية من الانترناشنال الالكتر ميكانيكال كوميشن عمى اللي كانت عاملين الانجريس بروتيكشن يعني الحماية لدخول الاشياء كل بلد زي انجلترا زي امريكا زي مش عارف فان اليابان عندهم حاجات مكافأة للاي بي فبالتالي مش الاي بي دي موجودة في كل مكان في العالم في حاجات تانية بتبقى مكافأة لها بنخلينا نكمل مع بعض بالنسبة للاتريبة اي زي جسم بتاعك مايدخلش الاتريبة طبعا انت فاكر الطرابة النعمة اوي لا هنش بنتكلم معنا كده هنبنتكلم بدءا من خمسة سنتي يعني لو انت عندك كورة صغيرة القطر بتاعها خمسة سنتي مايعديش من اي فتحة يعني لو جهاز بتاعك فيه فتحات فتحات تهوية فتحات اي شيء ما مايبقاش فيه اي فتحة اكبر من خمسة سنتي دي اول مرحلة المرحلة اللي قابليها ان ما تفريش اي حاجة ممكن تخش وبرعا انها حطت صبعين او ثلاثة صوابع جنبه بعد دول يدوك لخمسة سنتي تقريبا طيب نشوف بقى اللي بعدها انه مايدخلش اكسام اكبر من اه اتناشر ميلي يعني ايه اكبر من اتناشر ميلي اللي هو اصباع واحد يعني اي فتحة ما تدرش تحط فيها اصباعك طيب اللي بعد كده الدرجة الحماية اللي اكبر اتنين ونص ميلي اللي هو الالم الرصاص انا ليه بقولك الكلام ده هتعرف كمانش وزارة ليه انا بقولك بألم وصباعك بعد كده بينزل واحد ميلي بعد كده بينزل ليه حاجات اكبر هم قدوا ارقام للاي بي يعني احنا عندنا رقم مثلا هنا ستة وخمسة او خمسة وستين ده هو بتاع التراب بيبتدي من صفر اللي هو مفيش اي حماية بيوفرها لك الغطة بتاعه لو انت تاخد بالك اي جهاز ليه غطة وانت شلط الغطة انت بيت الزيرو لان اي حاجة ممكن تخش لكن لما تيجي تقفل الغطة بتاعه كويس زي من مفروض يكون وللايه ان فيه فتحات اكتر من خمسة اقل من خمسة سنتي يبقى ممكن ياخد واحد اتنين اتنشر ملي الصباح وعا كزا لغاية خمسة خمسة ده اللي هو بيبقى ايه بيمنع دخولي لك اطريبة ولو اطريبة دخلت متبوصي الجهاز بتاعك من جوه يعني ماكوش فيه اجزاء هتبوز من التراب اللي هيخش كمية البسيطة دي ستة هو بيبقى مانع اي تراب تماما من انه يخش مع عدوة الاجهزة دي بتبقى مثلا بيبقى فيها اتنين جوان مش جوان واحد بتبقى محكمة تماما انه ماكوش فيها تراب يعني لو انت بسيط كده على اي ساعة المفروض اللي هي من ساعات الميكانيكا طيب زمان اللي هي التروس والحاجات دي المفروض انها تبقى ستة ماكوشش فيها تراب خالص طيب لو انت في مكان التراب بقى مش تراب لا احنا بقى منتكلم على مثلا اتربة زي السكر دقيق كربون اي حاجة من الحاجات دي يبقى احنا عندنا كده بقى مشكلة اخرى انه ممكن تقليها تأثير تاني على المكونات الداخلية للسندوق بتاعك لكن لو ما بتقول اي بي هو بيقول دخول اتربة ملوش علاقة بيه تفاعل الاتربة جوه الجسم بتاعك من داخلي او ازاي بتتعامل معاه الرقم الاولاني اللي هو الخامسة ده بتاع المية اول حاجة انه مفيش اي لي حماية للمية وبعد كده بيزيد انه حماية بس لو جاية من رأسي وبعد كده لو مايلا شوية بعد كده من خرطوم بعد كده بيزيد لغاية لما يغمر الجسم كاملا جوه المية فاددالوا الرقم السفل لو هو وفوش اي نوع من الحماية ضد دخول المية وبعد يدال رقم واحد لو المية جاية من فوق بطريقة رأسية فقط لاجيها واحنا برضو بنقول مية ضعيفة يعني كأنه دش يعني كأنه واحد في مطرة لكن لو هي ماشية لغاية 15 درجة ميل ده هياخد رقم اثنين ثلاثة لازم المية متخشش حتى درجة 60 درجة ميل أربعة لو هو المية جات من اي مكان بس ترتاشر خفيفة ماياش خرطوم يعني اقل من الخرطوم كمان خمسة المية تخش من اي اتجاه بس تبقى جاية من خرطوم ضعيف يعني كأنه مايارجع للموضوع الساعة عشان يبين لك برضو القصة انت في الساعة انت ممكن تخسل ايدك يبقى خمسة اقل شيء ولكن انا بقولك ايه لمدة 10 دقايق يعني مش تقعد بقى ايه تقعد ترشاب المية اكتر من نص ساعة وتقول انها اه واخد خمسة لا ده هو الكود بيقولك 10 دقايق ستة لو انت جبت خرطوم قوي ويضربته في الجسم نفسه مايخشش المية جوه خالص سبعا ابتدى يغمر الجسم جوه المية يعني لو واحد مثلا بيعوم عايز الساعة بتاعته مايجرلاش حاجة يبقى الساعة لازم تبقى سبعة علشان ايه لانها هيقدر يحطها في المية لغاية متر واحد فقط لغير عم وتلاتين دقايق تمانية بيبقى اكتر من متر والتلاتين دقايق ابر الجسم اللي انت هتشتريه او المعدة اللي انت تشتريها بتشوف استخدامك بالنسبة للطراب ايه وبالنسبة للمية ايه ادي الاثنين اللي احنا جنبه بعض قلنا ادي الستة الاولانية دي من ناحية الشمال هي علاقة الدخول للطراب او الحماية ضد الاتربة والخمسة دي اللي هي ضد المية هل انت دايما لازم تجيب اعلى حاجة في الاي بي لا هنقول مثال المثال انا جيب صندوق ادي زي صندوق كده كل الجوانب بتاعته زي الشبكة بس اقل من خمسة سنتي ده لو انا بسط عليه هلاقي ان انا الحماية وحاطة الغاطة اللي فوق برضو فحاطة الحماية بتاعت الدد المية صف فيش اي حماية وبالنسبة للاتربة هو اكتر من خمسة سنتي ما يخشش لكن اقل من خمسة سنتي يخش طيب هل انا محتاج جهاز زي كده في امكان اه لو انت عندك سيركت بريكر عندك حاجة سخنة يعني يقيم فيها كهربة وخايف ان حد يدخل صباعه ويلمسها من جوه بطريق الخطأ او انه يدخل او مصباري وقع عليها فيعمل لك شورت سيركت جواها او حد يحط صباعه ويتكعرب او حاجة سخنة جدا مش عايز حد يلمسها يبقى انت عايزة تتهوى وفي نفس الوقت تبقى شايفها شايف المعدة وفي نفس الوقت ما تبقاش مضغطية هتقوم جاي بشبكة وحطيتها فوقية طب الشبكة دي قد ايه الكود هنا بيساعدك على ايال لو انت حتى يعني ما بتجيبش حاجة وبتبني حاجة على ايدك بس تبقى فاهم تجيب شبكة مثلا الفضاعات بتاعيتها مش اكتر من اتنشر ميلي يبقى انا كده جبت الكود بتاعي معقول ما حد شي ده ليحط صباعه فدي المعلومة اللي احنا الاورانية اللي هنتعلمه من الفيديو ده انك ازاي تحمي الجهاز بتاعك بالحاجة اقل شيء ممكن يوفره الحماية مش مهمة روح بعيد قوي الصدوق اللي فات ده احنا كنا قلنا ان هو واحد وزيرو لو حطيت عليه شبكة سلك الشبكة دي كطرها اا او الفتحات بتاعيتها اقل من واحد ميلي يبقى كده اوتوماتيك روح ترافع الحماية الى اربعة لها الواحد ميلي ولكن بزير بالنسبة للمية صفر حطيت علي غطى من فوق الغطى ده بيمنع اي مية تجيله من فوق انها تخش جوه يبقى كده رفعت الحماية من المزيرو لواحد بالنسبة للمية طولت شوية الغطى بحيث ان المية تبقى جاية بزاوية 15 درجة متعرفش تخش رفعت الحماية الى 2 بالنسبة للمية بقى 42 خليت اكتر شوية 60 درجة بقى انا كده رفعتها ليه 43 يبقى انت لما تلاقي واحد يقولك الاي بي بتاعه 43 او 23 63 تبقى انت عارف هو عامله ليه يعني ده معمول لسبب ما فانت او انت بقى كمان لما تجي تطلب تبقى طالب الحاجة عارف ايه اللي مصدوب احنا بقى لما اتكلمنا كنا قولنا على مية وملأمة او حمالة الجهاز ضد المية ولا ترب طيب لو عندك احماض الجسم بتاعك لو حديد او حديد مطلي حتى بالكتروستاتيك فممكن الاحماض تعصر عليه يبقى ما ينفعش لو فيك المذيبات المذيبات ديت او ابخيرة مذيبات دي هتخش على الجوانات بتاحتك الكويتش وبالتالي الكويتش العادي هينفش ويدخن ويبوز وما فيش عندك اي حماية لا ضد التراب ولا ضد اي شيء فاحنا بنقول الاي بي فبنقولش مدى ملقمة الجسم بتاعك او المعدة بتاحتك الغاطة بتاعها الخارجي في الحقيقة التطبيق اللي عندك فانت بقى تشوف لو عندك احماض او قلويات او مذيبات ايه الجوان اللي ينفع لها ممكن ما يبقاش اللي هو الربر العادي لازم يبقى حاجة معينة ممكن يبقى حاجة تيفلون وعكذا الجسم الخارجي طب لو جبت جسم خارجي بلاستيك ده ضد الاحماد وبنقدر نحطه في الاماكن زي مثلا عند البحر البحر فيه مية ملحة فيه الهوى ده بيبقى مشبع بمية ملحة من الرزاز من البحر فبالتالي ما قدش حط اي حاجة حديدة لان اي حاجة حديدة هتصدي فلازم اجيب حاجة سلس لو انت جبت حاجة بلاستيك هيعيش حلو جدا لكن لكن المصمار اللي انت رابط بلا غطا لازم يكون استيليستيك وهي تاني حاجة انك بتبص على كل مكونات الجسم بتاعك هنا الاقخرة ان هي قابلة للاشتعال لو هي داخلت جوه وحصل شرارة أو حاجة هيحصل انفجار الفيديو هنا مش هتكلم على الحاجات اللي بتسبب الانفجار لان الفيديو اللي جاي هيبقى مخصص فقط لغير للحاجات اللي هي ممكن تولع وممكن تحصل فيها انفجار الساعة دي مثلا احنا بنقول حاجة عايزين ووتر بروف أو وزر بروف وزر بروف يعني ضد الجو الحارجي المية ده ووتر بروف الاي بي بتاعها عالي لانها هي مفروض ساعة غطس فمكتوب عليها لغاية 200 مت يعني ممكن تختص بيها 200 لو نلاحظ ان مثلا ما بتجيب ساعة انت من نهاية الجديدة الابل ووتش ومش عارف ايه فممكن يقولك انها تنفع راطس مثلا لمتر لمتر لعشرة متر لعشين متر خلي بالك من التريك الصغيرة ان هل بتكلم على مية حلوة ولا مية ملح يعني لو في البحر هل تنفع ولا ما تمفعش فتخلي بالك من حاجات صواري لانها بتبقى مكتوبة في النص بالراحة كده فلو انت عايز المعيدة بتاعت مفتاح سويتش كابنت اي شي عايزه وزر بروف او ووتر بروف لازم تخش الاي بي بتاعك بقى 65 66 67 ده اقل حاجة تنفع للوزر بروف ترجمة نانسي قنقر